أعلن الرئيس الأوكراني بولاديمير زيلنسكي أن معظم مناطق بلاده تعاني من القطاع الكهرباء وسطا خفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد وقال زيلنسكي في خطاب مصور مساء أمس إن الدفاعات الجوية في وسط وجنوب وشرق وغرب أوكرانيا صدت 54 صاروخا روسيا وأحدى عشر طائرة مسيرة خلال واحدة من أكبر الهجمات الجوية الروسية منذ بدء الحرب في فبراير وأضاف أن الهجمات أسفرت عن انقطاع للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا وبالأخص في العاصمة كيف